اشتركوا في القناة اول نوع اللي هو مؤجلة باستخدام الدارة N555 بل ما نحلوا هذه الدارة لازم تريد سأل راحك السؤال هل N555 هنا وظيفة وتوليد اشارة الساعة ام N555 تلعب دور مؤجلة كيف نعرف الجواب هنا في هذه الحالة لازم لي نشوف حالة الاقطاب الثنين وستة والسبعة اذا وجدت قطب الثنين مربوط مع الستة هنا وش نقوله N555 وظيفة توليد اشارة الساعة وهنا نسميها قلب لا مستقر واذا جيت ستة مربوط مع سبعة وييتهم نقطة واحدة ومربوطين بالمكثفة احنا وش نقوله N555 تلعب دور المؤجلة بعد ما عرفت بل لي هذه N555 وظيفتها مؤجلة ثاني حاجة هذا التركيب وش لازم تدله لازم تخرج العبارة وبما انه تأجيل اذا انت وش يساوي المؤجلة عبارة مؤجلة في هذا التركيب بسيطة جدا ماذا تساوي تساوي المقاومة المكافئة اثناء الشحن فقط كيف أن نقدر نخرج هذه المقاومة اثناء الشحن فقط وش لازم ننديل ملاحظة هذه اتابع مسار التيام من VCC حتى توصل المكثفة في في سعة المكثفة المكافئة كنقولكم سعة المكثفة اللي عندها العلاقة بمصدر جهد VCC اللي تشحن وتفارغ ماشي مكثفة اللي مربوطة بالقطبة خمسة اتنسيو تغلطكم هذه المكثفة هذه المكثفة اللي جاي في قطبة خمسة وش وظيفتها تساهم في استقرار اشارة الخروج يعني وش معناتها يعني كي يعطي لك السوجي تعلق الباكالوح ودع لها اكس بما تعوضش بالقيمة انتهى اذا زيما تأجيل ماذا يساوي يساوي المقاومة المكافئة اثناء الشحن في ساعة المكثفة في الان ثلاثة هنا ركزهم لحجمة اذا كانت قطب 6 مربوط مع 2 انو 555 ووظيفتها تولي الاجهات الساعة وهنا نكتب الان ثنين اذا كان 6 مربوط مع 7 انو 555 سيتلعب دور مؤجلة وهنا نكتب الان ثلاثة من بعد نبدأ ونخرج هذه العبارة اذا ما تأجيل ماذا يساوي يساوي المقاومة المكافئة اثناء الشحن فقط نجيب وش ندير في هذه الحالة نجيب ستيله بلون الاحمر ولا الازرق ونبدأ ونرسم المسار من VCC حتى نوصل القطبة المكثفة وشاكم تلاحظوا هذا اللون الاصفر مر عبر مقاومة R5 اذا مقاومة الشحن هي R5 فقط اذا نكتب هنا نكتب هنا T وشي يساوي R5 في ساعة المكثفة المكافئة اللي يسمى هالي هنا C اذا R في C الكل في الان ثلاثة جماعة كي تخرج العبارة تأجيل صي ركت هالنيت من المشكلة تعلم مؤجلة بعد شوف شا يطلب منك اذا طلب منك احسب زمن تأجيل احي مدلك معلوم و معلوم وتعوض مباشرة كما تشوف استخرج عبارة المجهول اذا ما طلب منك R اكيد سيطلب لك زمن تأجيل و مدلك C اذا R ماذا يساوي كنقل C الان ثلاثة الى طرف الثاني وتصبح R تساوي زمن تأجيل T على C الان ثلاثة قادر يمتلك R معلوم قادر ت معلوم و يطلب منك سعة المكاثفة اذا في هذه الحالة سعة المكاثفة ماذا تساوي زمن تأجيل على R على الثلاثة بعد ما تخرج عبارة المجهول اخر حاجة تطبيق عددي وبالطبع لازم تعوض بوحدات دولية كما المقامة لازم تعوض بال اوم كما سعة المكاثفة لازم تعوض بال فارض وهنا مبروك عليك رك فهمت الدرس مؤجلة باستخدام N5505 نعطيكم مثال ثاني هذا مثال ثاني بنفس الطريقة لازم ندرسه اول حاجة كيف يمدلك N5555 سأل سؤال هل هي وظيفة توليد اشارة ساعة ولا مؤجلة واذا لازم نشوف قطبة 2 6 7 هنا وشاكم تلاحظوا تلاحظوا باللي 6 و7 مربوطين مع بعض بما 6 N5555 هنا تلعب دورة مؤجلة وزمن تأجيل اللي سمه ثلاثة ماذا يساوي زمن تأجيل يساوي مقاومة المكافأة اثناء الشحن فقط كيف نعرفها نتبع المسار تيا من V6 حتى نوصل C اللي يمر لها خط معانتها المقاومة تدخل اثناء شحن في ساعة المكاثفة المكافئة في آلان ثلاثة بعدها نخرج عبارة تأجيل بما انه هذه دورها مؤجلة ماذا يساوي مقاومة المكافأة اثناء الشحن ارسم خط من VCC حتى توصل المكاثفة تلاحظوا هذا خط الاصفر يمر عبر R1 ويمر عبر مقاومة المتغيرة على تسلسل مقاومة المكافأة ماذا تساوي مجموعة هما إذن المقاومة المكافأة اثناء تساوي R1 زيت B في سيعة المكاثفة المكافأة هنا عندي مكاثفة واحدة اللي هي C معانتها فاص C أي كل في L3 لماذا L3 لأنها مؤجلة بعدها جمعك خرجت عبارة التركيب الياد مؤجلة بعد تشوف على حساب الأستاذ ويسألك قادر يقول يعطي لك R ويطلب منك زمان تأجيل T3 قادر يعطي لك T3 ويعطي لك P ويعطي لك C ويطلب منك R1 وقادر يميد T3 وR1 وC يطلب منك مقاومة المتغيرة إذن ما نستخرج عبارة المجهول كما هنا يطلب مني C C يساوي T3 كننقل R1 زيت P في LN3 جدا كننقل طرف P ويجب أن ننقل C LN3 هي الأولات ولي R1 زيت P ما بين قوسة وش يساوي T3 على C LN3 ومبعد ها ننقل R1 ولي كل ناقص R1 إذن P ماذا يساوي T3 على C LN3 الكل ناقص R1 ولي بنفس الطريقة يطلب منك R1 أم بعد هكي تخرج عبارة المجهول آخر حاجة أسئلة مباشرة هنا يقول لك ما وظيفة X13 X13 هي 3 وشمعت مرحلة ثالثة 1 لعشرات رقم الأشغلة هي مرحلة ثالثة من أشغلة 1 وش وظيفتها وظيفتها إذن وشوف هذا التركيب وش وظيفتها بما أن هذا التركيب تأجيل مع أنها إذن بتأجيل هذه وش وظيفتها X13 ومن المقاومة المتغيرة يزيد زمن تأجيل كلما تنقص المقاومة تنقص زمن تأجيل قاد يجيك سؤال أخر يقول لك يقول لك أحسب أقل قيمة زمن تأجيل في هذه الحالة يجمع في المقاومة المتغيرة نعوضها بزر وقاد يقول لك أحسب أكبر قيمة زمن تأجيل في هذه الحالة P وش نعوضها نعوضها بمئة كيلو وقاد آخر السؤال يقول لك ما وظيفة مقاومة R1 تخيل المقاومة R1 ما كان جماعة والمقاومة المتغيرة منها زيارة ومعها زمن تأجيل تقدر صفر ثانية إذا عليها لازم نزيد مقاومة R1 نحد أقل قيمة زمن تأجيل يعني لكي شخص يحب يدير مؤجلة أقل قيمة ثانية فهذه الحلالي لازم يزيد مقاومة ثابتة بس على لك أن شخص يحب يديرها من صفر إلى أكبر قيمة يكفي نديره غير مقاومة تغيير فقط هذا بالنسبة المثال ثاني بالنسبة المثال الأخير كما تلاحظوا بنفس الطريقة كيف مدلي هذه N5555 نسأله سؤال هل هي وظيفة وتوليد إشارة ساعة ولا وظيفة التأجيل واذا يجب أن ندير شوف القطبة 2 و 6 و 7 يعني يجب أن تسرع كما كنت لاحظوا 6 و 7 مربوطين مع بعض إذا هنا نقول N5555 في هذه الحالة قلب لمستقر واذا يعمل يعمل دورا مؤجلة من بعدها خرج عبارة تركيب اللي هو عبارة تأجيل سمى هالي هنا تثنين تثنين يسوي مقاومة المكافأة مقاومة مكافأة كما قلت تابعوا المسارة يمن VCC حتى نلسي في سعة المكثفة المكافأة في آلان 3 أعطيتكم هذا المثال بها ما تغلطوش يجمع هينخرج العبارة تثنين نبدأ أول حاجة اللي هو زمن مقاومة المكافأة أثناء الشهن إذن نبدأ نرسمون VCC حتى نرسم المكثفة عندي مربوطة بالمكاثبة A3 مربوطة بالقطب رقم 2 A3 اللي دارها بيحدوا الجهد للقطب 2 اللي يمد بداية زمن التأجيه إذا لاحظوا المقاومة هذه R1 ومقاومة R2 نلاحظ فيهم على التفرر إذا المقاومة المكافأة في هذه الحالة ماذا تساوي تساوي جداء المقاومة تاني على مجموعة إذن تساوي R1 في R2 على R1 زيد R2 هذه المقاومة المكافأة في ماذا في سعة المكاثفة المكافأ اللي يطه لC نعم في آلانة 3 هنا وإش معنة خرجت عبارة التركيب اللي وتأجي ومن بعدها نخرج عبارة المجهول مطلب من سؤال قادر يقول لك خرج T2 عوض مباشرة قادر يطلب منك C ويعطي لك T2 وR1 وR2 وعوض خرج C وشي ساوي قادر يطلب منك R1 وقادر يطلب منك R2 لازم بعدها تخرج عبارة المجهول وبعد ما تكمل خرج عبارة المجهول بعدها ما تكمل تطبيق عددي وهنا يجمع كمنا حصة الخاصة بمؤجلات تماثولية باستخدام خلية RC بالضبط باستخدام NU555 ترجمة نانسي قنقر